اكد الكاتب في صحيفة الشرق الاوسط احسين شبكجي ان التسريبات المسجلة لمحادثات معمر القذافي وحمد بن خليفة وحمد بن جاسم دلة جديدة ودامغة على العقلية التأمرية التي جبل عليها النظام الانقلابي في قطر لم يكن يدري رئيس تحرير هذه الصحيفة الاستاذ غسان شربل عندما اصدر كتابه في خيمة القذافي منذ سنوات مضت ان عنوان الكتاب سيعود الى صدارة الاخبار بشكل او باخر تذكرت ذلك وانا اتابع بكل اهتمام التسريبات المسجلة لمحادثات الزعيم الليبي معمر القذافي مع حمد بن خليفة حاكم قطر وقتها وحمد بن جاسم وزير خارجية قطر وقتها التسجيلات كانت ادلة جديدة ودامغة على العقلية التأمرية التي جبل عليها النظام الانقلابي القطري واصراره على تنفيذ اجندة الفوضى المدمرة بتمويل مفتوح ووسائل اعلامية داعمة لمشروعها تسجيلات خيمة القذافي على ما يبدو هي الصندوق الاسود الذي تم الوصول اليه بعد تحطم النظام الليبي السابق وسقوطه وحتما هناك المزيد منها سواء مع نفس الشخصيات او مع غيرها ممن حاول القذافي ان يتعاون معهم ويستخدمهم لمشروعه الانقلابي الفوضوي ولكن التنسيق الاكبر كما هو واضح كان بين القذافي ونظام الانقلابي في قطر وباقرار حمد بن جاسم نفسه في احدى المقابلات التلفزيونية مع تلفزيون قطر والتي اكد فيها على صحة التسجيلات حتى كانت لحظة الخيانة والقدر والانقلاب القطري على معمر قذافي خيمة القذافي تكشف المستوى اللا اخلاقي الذي كانت تدار به الامور في خيمة القذافي ونظام الانقلاب في قطر وكيف ان الدين والمال والاعلام كلها ادوات يجب استخدامها للوصول الى الهدف السياسي المنشود ولا مكان في هذا الطريق لمراعاة اي اصول دينية وقيم اخوية